يا الله الصحفي الفلسطيني في هذه الحرب دفع ثمنا ضاهظا جدا 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 من أهله وقاربه أكثر من سبعين صحفين فلسطينيين استشهدوا بعض الأسر استهدفت كما حصل مع أسرتي بطبيعة الحال في المكان الآمن الذي قال عنه جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه آمن الصحفي الفلسطيني في هذه الحرب وجد نفسه في أتون المعرفة مرغما لا راغبا وبالتالي بات يدفع ثمنا ضاهظا كما أي مواطن فلسطيني عادي بات يخشى على نفسه على حياته على عمله ويخشى أيضا على أسرته وأحبابه وأقاربه أصعب الصراح هو أنه إحنا ترنا ننزح تقريبا أربع مرات يعني كنا في غزة ترنا ننزح على مستشفى ناصر بعد المستشفى ناصر ترنا نيجهان وأكثر إشي الصعوبة أنه أنت تلاقي مكان أنك أنت تقعد فيه يعني زي ما أنتو شايفين المكان الوحيد اللي أنا بقدر أنا فيه هي السيارة يعني أنا بلا مأخزها من الشاب بقدر أنا بخيمة أو بفرشة بأي مكان أنا حسيت أنه من واجبي رغم الصعوبة ورغم أنه الفراق عن أهلي لأنه إلى تعريبا شهرين ما شايفة أهلي بالمرة بس أنه هو هذا الاشي الواجب والوطنية اللي لازم أنه أنت تعطي رسالتك للعالم وتفرجيهم إش قاعد بيصير بغزة وإش الاحتلال قاعد بيعملك شاب للغزاوي وجهنا صعوبة كبيرة بإنه إحنا بنتنقل من مكان إلى آخر ومعنى عوائلنا يعني أنا موجود الآن في المستشفى الكويتي بأدي عملي الصحقي ونقل الأخبار معايا عيلتي موجودة بخيمة نازحة يعني زيها زي باقي ألاف العوائل التي نزحت من الشمال أو القطاع اليوم إحنا نجد صعوبة في الوصول إلى المعلومة في معرفة أماكن الاستهدفات بدقة معرفة عدد الضحايا بدقة فبالتالي هذا صراع آخر اللي يرتبط فيه هو انقطاع الإنترنت والاتصالات الحرب هذه تختلف عن الحروب السابقة كون إنه لا يوجد أماكن مكان آمن في كل أنحاء قطاع غزة حتى الدروع اللي إحنا بنلبسها هي ما بتوفرنا الحماية بسبب إنه الطائرات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي ما بيفرق ما بين صحفي ومواطن موسيقى 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 موسيقى